موسيقى أهلا وسهلا فيكم مرة تارية حاسي حاليا عم بعمل فيديو كليف رح نتعرف هلأ على ياسمين أيوب مصممة أزياء رح نتعرف على مجموعتها وكيف تقدروا تتواصلوا معها عبر إنستغرام صباح الخير ياسمين صباح الخير ياسمين صباح الخير ياسمين أهلا يعني ياسمين بداية لو سمحت أنا شايف أشياء مختلفة يعني عندما نتعودين بس حكي لنا كيف بلشت أنا خلصت هندسة عمارة وبعدها بسنة قررت أني أبدأ الموهبة اللي كانت عندي من أنا وصغيرة فبدأت أرسم سكتشهز وأطلع ديزاينز مش موجودة بالسوق لأنني أنا كنت عاني مشكلة أني أنزل للسوق مع علاق اللي أنا بديها فبدأت أرسم وأتعامل مع خياطي إنه هيك لي طلع عندي ديزاين كثير العمارة ساعدتني أني أكون فكرة الديزاين كتصميم أزياء بمفهوم البعد الثالث إنه إشي مش موجود حقيقة كيف بدي تطبق عادة عن هيك إنه ساعدتني الخطوط الأشكال الهندسية بتكوين كثير أفكار موجودة وبقدر أعمل من الفابريك الوحدة ثري أو فور ألترنتيب إنه ممكن أغير بالديزاين وهو نفس الفابريك نفس القماشة نفس القماشة بس ما يبين نفس الجمس خلينا نشوف هاي الفكرة اللي هي نفس القماشة بتعملي منها أكثر من فكرة مثلا هون هون القطعة نفسها حطيتها عملت قصة على الصدر وفرقت القطعة كلها على طول البنطلون وعملت حركة على الإيدين الجرس هلا هاي نفس القطعة هي هاي بس هون بطريقة ثانية هون الصح همان جمب سوت ايجت القصة واسعة من الصدر هي هاي القصة الهندسية وبعدين حركة الكمام الكبيرة اللي من هون هذا الورا نحن نتبهت رند القصة الهندسية يعني هلا شايف هندسة العمارة والتصميم يعني احكي لي ياسمين فعلا كيف أثرت هندسة العمارة يعني شو التطبيق الفعلي اللي انت بتفكر فيه بهندسة العمارة ولما تعملي أطعب تخيين معك مثلا كيف اخترت الزوايا اللي موجودة هون بهذا الدزاين وكمان من وراء مثلا هاي كلها خطوط هندسية نبنت عندي من فكرة العمارة يعني كلها هيك البيسيك 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 لما برسم سكتشيز أول شيء ببلش معاي بالخطوط ببلش انه هاي غرفة ضيوف لا امش بهاي الطريقة بس عرفت كيف كيف اوزع اكتر بالدزاين حرك فيه اكتر طبعا لانه الهندسة المعمارية هي تصميم يعني ديزاين فانتي بتدري تطقي على بسير في زي نوع من الوعي للتصميم بالبعد الثلاثي بتدري تتخيلي عشان يكن برح لما قلتلك انه كيف تحسي هندسة العمارة ساعدتك بتتللي لا هي ريليتت كتير قريبة من بعض تقدر تتخيلي الاشي بالبعد الثلاثي حلو خلينا نشوف كما الافكار الحلوة هاي هاي الاطعاء انا كتير بحب اني اخلط انواع عقماش مع بعض يعني بحب ايحد بدو ينتبه انه هاد شغل ياسمين انه في اكتر منه مع شتول كبير كريب آه طبري اي اشي موجود ممكن بطريقة حلوة تجمل القطعة حتى لو كانت بسيطة او فابريك نفسها لو كانت حلوة كاملة مثل ما هي هون نفسها ما حبت اني اعمل اشي كتير اوفر في القصة فحبت اببينها ابرز جمالها بطريقة حلوة حلوة هاي من العباي لالشتر برده جميع الازواق اه من الصف لالشتاء ايوه اشفها ايشو حلوة خلي اشفها ايشو حركة بوميران عودة طب هلأ حكيت ياسمين انه بتحبي انه مثلا شخص شاف قطعة معينة او الناس اللي بالفيل يعرف انه هذا ستايلك اشوه ستايلك اني اخلط اكتر من نوع اقماش بطريقة حلوة يعني ادخل المخمل مع الكرب مع الكلفة مع الكبير مع الليس بطريقة ابدا مش عشوائية مدروسة وحلوة بسيطة تجمل القطعة او اني ازيد على القصة حتى تبرز القطعة اكتر حلو ياسمين هاي كمان هاي مثلا قطعة مشكوكة ثري دي عليها لولو حبت ازيد الرفلز بطريقة كتير خفيفة وناعمة وشديدة ولونه صافي وهي كل كرب كان خفيف صافي طب لما نحكي ثري دي اش يعني يعني القطعة طالعة يعني مش تودي بارزة اوكا تراثية الابعاد هذا جوم سوت بقدر يلبس بطريقتين مع التنورة هيك بصير كتير حلو مع التلقومة او بلبس لحاله يعني ممكن حتى اشياء تلبس بنهار وبنفس الوقت تلبس بالليل ياسمين هلأ انتي مقيمة بالسعودية وشغلك الناس اذا مثلا حبوا الشغور دون يتواصلوا معاك بيتواصلوا عبر انستغرام وبتشحني مثلا للسعودية بالضبط كله في ورد وايت شبنج بقدروا يتابعوني على الانستغرام ياسمين ايوب 21 حلو ياسمين اريد اسألك هناك الكثير عندما يكون هناك الكثير مصممين في منافسة كثير هناك الكثير من الناس يعملون في هذا المجال كيف تبيني انت شغلك مختلف عن الناس انا اختار اشياء لا يوجد كثير بالسوق يعني عندما تذهب الى السوق تجدها كلها تشبه بعض صح او اختار قصة واحدة ويكملها على كل الأشياء لا انا بحاول اختار اشياء انا كنت حاببته وبسويه وبلاقي استحسان كثير كبير من الناس فبمشي على هاي الطريقة اشياء مش موجود مش كثير مش شايفينه الناس يعني قلتيني مثلا بتاخد هاي الاطعة ما بيكون في اشياء زيها لا اوات في اطعة بس بنزل لوحدة او تنتين يعني ماكسمم لحتى تكون متميزة بهذا اليوم اللي هي حبيته هو بيكون جوري بالجامعة مناقشة مشروع التخرج او بيكون مسا بحفلة او بيكون جاهة او بيكون كتب كتاب حسب شو طبيعة الحفلة اللي هي بتاعها ياسمين ايوب شكرا اليك شكرا يا حبيته اكيد اذا حبيته هالمجموعة تقدر تتواصلوا على انستغرام ياسمين ايوب 21 شكرا يا حبيته اشتركوا في القناة